إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا أَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان اليوم دين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال لوجهه الكريم أسألوه كذلك أن لا يجعل للناس نصيباً في أعمالنا وأن يجعل عملنا كله خالصاً لوجهه الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم أحبابنا أهل القرآن أهلاً بكم حياكم الله ولقاء متجدد في رحاب تناسق الدرار لقاء حول آية نبين ما فيها من تشابه مع آية أخرى نضبط الحفظ بهذا البيان وكذلك الفهم حتى لا يحصل الخلق والآية التي نحن بصددها اليوم هي الآية الثانية والستون من سورة الأعراف من قول الله على لسان سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وهذه الآية أحبابنا تتشابه مع آية أخرى في قصة عاد ونبيهم هود وهي ستأتي مباشرة بعد قصة سيدنا نوحي والآية أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين لاحظ أن الآيات تقريبا فيها شبه تماثل يعني وإنما الفرق فقط في النصح جاء في اللهم صلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قصة سيدنا نوح بالفعل وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أما هناك في سورة أو في قصة هود جاء إسما وبيان ذلك أحبابنا أن قوم نوح حينما وسموه بالضلال قالوا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين أما عاد فقد وسمت نبيها هود عليه صلواته الله بالسفاهة حاشاه تعالى عن ذلك علوا كبيرا عليه الصلاة والسلام قال قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة طيب وما دلالة ذلك الضلال أحبابنا يكون في الأفعال الضلال هو وصف للأفعال لذلك إذا ذم شيء في نبي الله وجب أو كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يبينه بنفس الطريقة التي ذم بها يعني أن يرد عليه بنفس الطريقة التي ذم بها فلأن الضلال لا يكون إلا في الأفعال جاء الرد على نفس الطريقة فقال وأنصح لكم وأعلم من الله أي بالفعل لكن هناك لما وسم بالسفاهة نبي الله هود والسفاهة أو السفة هو وصف للعقل وليس للفعل للعقل وللفكر لذلك لازم أن يكون الرد على نفس الطريقة على نفس طريقتهم في الذنب بأن جاء الرد على طريقة الوصف باسم الفاعل وأنا لكم ناصح أمين كأن هذه الصفة التي ألصقتموها بعقله إنما هي غير ذلك وإنما اللاصق بعقله الملازم له أنه ناصح فجاءت أو فجاءت تعقيب بنفس الطريقة أو على نفسي المراد من الذنب هكذا أكون قد أبنت على قدر الاستطاعة سر التباين في الاستخدام المعنى نفسه مرة بالفعل عند نبي الله نوح ومرة بالاسم عند نبي الله هود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك الفائدة إنه على كل شيء قدير ودمتم في رعاية الله إنا أنذرناه قرآنا عربيا إلا أن لكم تحقلون إنا أنذرناه قرآنا عربيا إلا أن لكم تحقلون قرآنا عربيا